هذا حطام سان خوسي سفينة شرعية اسبانية عثر عليها بالقرب من ساحل كولومبيا لكن اندلعت معركة جديدة حول هذه السفينة فعلى مدن هذه السفينة عثر الغواصون على كمية هائلة من الذهب والفضة وأحجار كريمة تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار كان يفترض توصيل هذه الكنوز إلى فالب الخامس ملك اسبانيا وقد علم قبطان سفينة أن البريطانيين قد يطاردون هذا الذهب لكنه لم يتمكن من تجنب الفخ وفي الثامن من يوليو 1708 تحطمت السفينة وغرقت على عمق 6 كيلو مترات تقريبا لكن انتشال سفينة يبلغ عمرها 300 سنة من هذا العمق عملية دقيقة ومعقدة ومكلفة ولا يزال حطام سفينة سان خوسي الأغلى في العالم لكن عثور الغواصين على ذهب وكنوز أخرى في قيعان المحيطات أمر شائع فقد عثروا على اكتشاف أكثر تشويقا بالقرب من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وهذا الاكتشاف لا يبدو غريبا فحسب بل شاذا أيضا إنه نهر مغمور على عمق 30 مترا تشكلت هذه الظاهرة الشاذة في قمع مليء بمياه الأمطار العذبة لكن في قاع القمع يوجد مصدر مياه جوفية مالحة وبسبب اختلاف الكسافة لا تختلط هذه المياه ويمكنك رؤية سطح واضح لتيار المياه المالحة اسكب زيتا في كوب ثم بعض الماء وسترى التأثير نفسه أصبح سينوتي أنجليتا مكانا معروفا للغواصين ومصدرا للصور المضحكة أثار الاكتشاف التالي حماس عشاق الأساطير التي تدور حول مدينة أتلانتس إنه النصب يوناغوني وهذا النصب عبارة عن تشكيلات حجرية ضخمة على عمق 26 مترا تحت الماء تتبع الغواصون المحيطات الواضحة للأهرامات والشوارع والسلالم هناك وتعادل مساحة الهيكل بأكمله حجم نصف ملعاب كرة قدم عمر هذا النصب خمسة ألاف سنة تقريبا وهناك منحوتات في بعض جدرانه ويعتقد الكثيرون أنه بقايا الحضارة الأسطورية مو أو ليموريا لكن تقنية المتاحة في هاتين الحضارتين لن تسمح لهما ببناء هيكل كهذا انتشرت العديد من الأساطير والنظريات حول نصب يوناغوني إلى جانب الكثير من الشكوك أيضا يزعم العلماء أن هذا النصب الظهر بشكل طبيعي تشكلت فيه الأحجار الصلبة بهذا النحو بفعل التيارات المائية وما يسميه الغواصون منحوتات هي مجرد خدوش في الواقع وفي حين أن العلماء قد توصلوا إلى استنتاجات واضحة لا يزال العديد من علماء الآثر يزعمون بأن نصب يوناغوني من صنع الإنسان ويضم أهرامات وشوارع وملعبا أيضا المدينة المغمرة التالية لا تترك أي مجال لتكهنات لأننا نعرف أصلها مدينة الأسد لا تزال في حالة شبه ممتازة أقواس وتماثيل ودكورات على الجدران بل وحتى هياكل خشبية كل هذه الأثار محمية على عمق يضاهي طول عربة مترو بعد نشأة هذه المدينة عاش فيها مجتمع متقدم وقوي ويبلغ عمر بعض الاكتشافات هناك 1300 سنة تقريبا في عام 1959 أغرقت هذه المدينة بالمئة لبناء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهرمائية لذا في موقع هذه المدينة العظيمة يقف حاليا سطح مائي من صنع الإنسان بحيرة كيانداو وكان هذا المكان طي النسياني لعقود من الزمن حتى عام 2001 عندما عسرت عليه مجموعة غواصين بالصدفة وفي الوقت الحالي يحظى هذا الموقع بشعبية بين الغواصين المتمرسين من جميع أنحاء العالم شذذ بحر البلطيق أثار هذا الجسم الغامض الكثير من الخلافات ونظريات المؤامرة حول العالم فقد اكتشف في يونيو 2011 في بحر البلطيق ويشبه الجسم مركبة صقر الألفية في فيلم حرب النجوم ويعادل حلبة الهوكي في الطول ويعتقد الكثيرون أنها سفينة فضائيين طائرة تحطمت على كوكبنا في حين يعتقد البعض الآخر أنها بقايا مدينة قديمة غارقت في أمواج البحر قبل زمن طويل عندما تمكن الغواصون أخيرا من الوصول إلى هذا الجسم الغريب أخذوا عينات منه وقدموها للعلماء لتحليلها كان هذا التكوين الحجري جزءا من كتلة جليدية وهناك الكثير من الكتل الجليدية في هذه المنطقة ومع ذلك يواصل الفريق الذي اكتشف هذا الشذوذ للدعاء بأنه أكثر من مجرد كتلة ويزعمون أن جميع معداتهم الكهربائية تعاطلت عند اقترابهم من هذا الجسم وعندما عادوا عادت المعدات إلى العمل هذا غريب لرؤية هذه المدينة المغمورة يمكنك الغوص بدون معدات الغوص الخاصة اسم هذه المدينة هيراكليون وتعرف أيضا باسم ترونيس وتقع على عمق يقارب طول حافلة مدرسية عمر هذه المدينة أربع عشرة ألف سنة على الأقل وعثر على أنقاضها عالم الآثار المائية الفرنسي فرانك جوديو في عام 1999 كما عثر على الكثير من القطع النقدية والأطباق والتماثيل غير المكتملة للآلهة وفي عام 2010 انتشل القارب الفرعوني باريز إلى السطح ورغم العدد الهائل من الاكتشافات الأسرية لم يستكشف سوى خمسة بالمائة من هذه المدينة في عام 2020 صادف الغواصون حالة شادة غير معروفة جسم لولبي مضيء بحجم هائل يجلس هذا الجسم بهدوء في قاع البحر بالقرب من ساحل استراليا الغربي اتضح أنه كائن حي يسمى أبوليميا لكنه ليس مخلوقا واحدا بل مستعمرة كاملة من كائنات بحرية تسمى سيفونوفورس تتشبث هذه الكائنات ببعض وتأخذ شكلا شبيها بحريش بطول لا يصدق يبلغ طول الحلقة الخارجية لهذا الأبوليميا اللولبي حوالي 47 مترا ومن باب المقارنة بلغ طول أكبر حوت أزرق عاش على الأرض 30 مترا فقط لكن الحقيقة الأكثر مفاجأة أن هذا الكائن مفترس وتبين أن هذا المخلوق الحلزوني له أجزاء مسؤولة عن الصيد وأجزاء لهضم الطعم لا يجلس الأبوليميا في القاع في انتظار سقوط الطعم في فمه بل يسبح ويبحث عن عوالق صغيرة وأسماك وحتى كائنات أبوليميا أخرى ورغم ندرته الفائقة فيجب عليك الحذر منه لأن لسعاته خطيرة للغاية آلية أنتي كيسيرة قلها معي أنتي كيسيرة في عام 1901 اكتشف الطاقم غوص لصيد الإسفنج حطام سفينة شحن رومانية بعمق يعادل عرض ملعب كرة قدم جمع الطاقم عدة قطع أسرية سمينة تماثل برونزية ورخامية وفخاريات ومجوهرات وجهاز كومبيوتر ماذا؟ كومبيوتر على متن سفينة رومانية؟ تمام تعد آلية أنتي كيسيرة أحد أقدم نظائر الكمبيوتر الحديث ولسنوات عديدة عجز العلماء عن فهم نوع هذه الألية لكن بعد فحصها بالآشعر السينية اتضح كل شيء صنعها خبراء يونانيين ويعود تاريخها إلى حوالي 100 إلى 150 سنة قبل الميلاد وتبين أن آلية أنتي كيسيرة عبارة عن آلة معقدة تتكون من حوالي 30 تيرسا برونزيا واستخدمت لتعاقب حركات الشمس والقمر والتنبؤ بالكسوف لم تكن قيمة هذا الاكتشاف المغمور 20 مليار دولار مثل كنز حطام سان خوسي لكن المعرفة التي قدمها للمؤرخين والباحثين لا تقدر بسمن إليك اكتشافا غيرا توجه غواصاني لتصوير أسماك قرش زرقاء لكن التقطت عدسة كاميرتيهما منظرا أروع بكثير قنديل بحر عملاق ووفقا لأقوال الغواصين كان هذا الكائن يشبه بيضة مسلوقة ظهرت فجأة كان قنديل بحر برميل بحجم غير طبيعي فقد بلغ قطره مترا ونصف وطوله مقارب لطول الغواصين وهو أكبر قنديل بحر عثر عليه في البحار البريطانية هذا الكائن غير خطير بل مجرد عملاق لطيف قد يخيفك الاكتشاف التالي من أحد الأنهار البرازيلية من الغواص آناكوندا عملاقة فقد صور بارتولوميو بوف وشريكه أحد أكبر أفاعل آناكوندا في العالم عدل طولها طول زرافة بالغة ووزنها أكثر من متوسط وزن الإنسان وفي حين أن بارتولوميعتاد على السباحة بالقرب من أسماك القرش لكن كانت مواجهة هذه الأفعى تجربة مرعبة من حسن حظه أن الأفعى كانت مسالمة وتشعر بالفضول من المسير للدهشة أن أحد أكثر الأماكن تشويقا للغوص بعيد كل البعد عن البحار والمحيطات كهف أوردا اكتشفت كهف أوردا في غرب جبال الأورال وهو على شكل سايفون يمتد الجزء المغمور من نظام الكهف لمسافة 4.8 كيلو مترات وهذا ما يجعله أحد أطول الأنفاق المائية على الأرض لكن أكثر ميزة بارزة فيه مياهو فبيئة الكهف الغنية بالمعادن تنظف الماء وتجعله صافيا لذا يمكن للغواصين الرؤية بوضوح لمسافة 46 مترا مما يجعل كهف أوردا مكانا مثاليا للتصوير الفوتوغرافي تحت الماء مثل ذلك لخطبوت العملاق الذي يوشيك على الهجوم عليك عليك واحد